برحب بحضراتكم ممكن ده الجزء اللي أنا بحبه جداً في حلقاتنا لأنه بيكون مختلفة زي ما قلنا الإعلام فكرة أن يكون بيطور بيكون بينمي بيكون بيعلم ده شيء عظيم جداً وده دور أساسي أن يكون فيه تنمية فكرة أنه نحن نتكلم عن جزء ثقافي بقى نطلع من موضي الأخبار نطلع من موضي الحاجات اللي بتاخدنا بقى للحاجات سلبية لا ده شيء أنا شايفة أنه جيد جداً النهاردة 29 أبريل ذكرى موضي الشاعر الكبير اليوناني الشهير خسطنطين كفافس بمدينة الإسكندرية تولد 1863 والمفارق قاتل النهاردة برضو يعني ذكرى وفاته كانت 1933 برضو توفى يوم 29 أبريل كان عنده 70 سنة وهو شاعر ارتبط بمدينة إسكندرية واعتبر من الشعراء الذين قاموا بإحياء الشاعر اليوناني وخلينا نعرف عنه أكتر من خلال دكتور سامح قسطنطين كفافس يعتبر من أهم الشعراء اليوناني خلي بالك أن اليونانيين بينزلوا الإسكندرية أنها مدينة إغريقية أنشاء الإسكندر الأكبر بل بالعكس أنا سمعت مرة رئيس اليوناني بيقول هي درة المدن الإغريقية يعني بيعتبرها يعني الجوهرة المرصعة على التاج اليونانية فدي مسألة أساسية ومهمة بالنسبة للفكر اليوناني أهمية الأسكندرية كمدينة إسكندرية إسكندرية كمان كان فيها جالية يونانية كبيرة جدا من فترة طويلة من قرن 19 وبعدها امتدت لقرن العشرين أول جمعية أهلية بدأت إرحصتها في إسكندرية أنشأها اليونانيون أو الجالية اليونانية المقيمة كانت 1921 لكن الجامعية أشرت رسميا أو أعلنت رسميا 1843 فاللي أنا عايز أقول حضرتك أن الحضور اليوناني والتعددية الحضرية التي اتسمت بها مدينة الأسكندرية أسكندرية يعني كان فيه دور كبير جدا لحملة الفرنسية في اكتشاف الجانب الجريكي أو الجريك رومان أو الطابع الروماني اليوناني اللي موجود في الأسكندرية في كتاب وصف مصر أيضا محمد علي اهتم جدا بميناء الأسكندرية ومدينة الأسكندرية وده إداها رونق في العصر الحديث العصمة التانية بس يعني أنا بكلم على الرونق اللي خادته في ظل الأسرة العلوية أو أسر محمد علي قسطنطين كفافس كان والده يعتبر تاجر مهم جدا ويقال أنه من الناس اللي أسهمه في تطوير حلج القطن في مصر وحتى القديو اسماعيل كان يعني له علاقة شخصية بيه وده له وسام في افتتاح قناة السويس له تسع أبناء أصغرهم هو قسطنطين كفافس ده زغير وده اللي بيقوله أن أبوه لم يدلله كثيرا مثلما دلل إخواته يعني كان عنده ثمان أولاد وده يلفت نظرنا أن الأسرة اليونانية كانت كبيرة الحجم في الفترة دي لأن والدته كانت أيضا حضرت من أسرة والدها كان جواهرجي أو غني وكان أسرتها سبع أو تمن أفراد هي أخواتها شبه المجتمع المصري يعني هما كانوا يتصرفوا بصقافة مختلفة داخل المجتمع أو هكذا كانت سمة الحياة والده توفى 1870 وهو أصلا قعد شوية في ليفربول ورجع ورحق قسطنطينية ورجع وبعد كده سنة 1882 لما بدأ الغزو البريطاني لمصر ضرب شقة يعني ما كانوا بيضربوا الإسكندرية لأن شايته كان في الرمل يعني كان قريبة من البحر ضرب شايته وضيع كل أوراق وتراث كفافة هو دي من وضوع الألم وبشدة في هذا الموضوع هو بعد ما توفت والدته في 1899 عايش كشاعر كان يعني عايش في مكان وكانش يولع الكهرباء وكان يحط الشمعة وكان لما يجي له واحد ومولع له الشمعة تانية عشان كده شخص رومانسي بالخير إلى حد كبير وأمه كانت لها علاقة خاصة بي لأنها ما كانش عندها بنات كان عندها بنت وماتت كان اسمها هيلن فعشان كده كانت وهو صغير كانت تتمنى أن يكون بنت مش ولد وثابته يا ربي شعره لفترة طويلة وكانت دايما تناديب هيلن يعني إلى حين الكبر فهو كان لديه نوع من أنواع العاطفة تجاه والدته ولما ماتت كان منعزل إلى حد ما لما رجع من القسطنطينية وقعد في القسطنطينية ثلاث سنين بعد الغزو أو الاحتلال البريطاني لمصر رجع 1885 اشتغل في وزارة الأشغال العمومية واشتغل أيضا صحفي وبدأ ينشر دوينه وأشعاره هو كان يكتب بالإيطالية ويكتب بالإنجليزية ويكتب بالفرنسية واليونانية وكان يتحدث العربية لكن لا يكتب فعشان كده كل أشعاره مترجمة اليوناني النهاردة بتدرس أشعاره أبروس بتدرس أشعاره كثير من دول العالم ترجمة أشعار كفافس وبيعتبر أهم شعر يوناني يعني حاليا تقييمه أهم شعر يوناني بيته في اسكندرية أصبح متعف ممكن ناس كتير ما تعرفش الموضوع ده بيته في اسكندرية أصبح متحف وهو أصلا من محطة الرمل كان يحب يعود في تريانون والأماكن الخاصة في محطة الرمل ونادي البلياردو برضو القديم كان في محطة الرمل هو كان دايما يروح يقعد فيه كفافس في أشعاره كان يركز على الأشعار التاريخية يعني كان يكتب عن مجد البطالمة مثلا وتحدث فيه اسبارتا وتكلم عن قبر أغناطيوس وأشعار كتير جدا جسدت جوانب تاريخية في حياة الإغريق وعلاقتهم بالأسكندرية وأيضا كتب بعض الأشعار ذات الطبيعة الرومانسية طبعا كانت حياته الشديدة للوحدة والم يتزوج وعاش يعني إلى أن أصيب بسرطان في الحنجرة وسافر إلى اليونان قبل أن يتوفى بعام سنة 1932 ولكنه توفى هناك وعاد يعني عاد إلى مصر 1933 وتوفى عن عمر يناهي السبعين سنة قسطنطين كفافس اليونانيين يهتموا جدا بيه ويقيموا ملتقى سنوي بمكتبة إسكندرية وبيتعاونوا وبيأتوا لزيارة المتحب بتاعه رئيس اليوناني زار المتحب البيت بتاعه في إسكندرية وبيعتبروه من أهم الشعراء أهم الشعراء اليونانيين أنا بقول أن اليونانيين لما كانوا في إسكندرية أنشأوا مستشفات وأنشأوا ملاجئ وأنشأوا جمعيات وكانت مجاليات الحية واللي بتعبر عن تواصل عن بحر المتواصل إحنا الآن لدينا يعني مبادرة العودة للجزور وفيه لقاءات متبادلة فاللي عايز أقوله هي المعادل لنا على البحر المتوسط واليونانيين يحبوا المصر جدا كمان بين مصالح سياسية لا وشائج اقتصادية يعني لا غير المصالح السياسية فيه وشائج ثقافية وحضارية عميقة جدا الحضور اليوناني مهم جدا بالنسبة للمصر وأيضا اليونانيين بالنسبة لهم مصر دولة محورية ومهمة جدا على البحر المتوسط وهم دائما يتحدثوا عن حضارة البحر المتوسط وحضارة البحر المتوسط بالنسبة لهم هي الحضارة اليونانية يعني اليونان لهم إسهام والأسكندرية أنشأها الأسكندر الأكبر وكانت مكتبة إسكندرية دورة هذه المؤسسات الثقافية كفافس نفسه تعلم في مدرسة اسمها هيرمس ودي مدرسة تجارية كانت موجودة ساعتها في إسكندرية مدرسة تجارية سنوية يونانية فلا عايزة أقوله لا الحضور اليوناني حضور مؤسر وبيعبر عن تعددية داخل الإسكندرية اللي بيسموها كوسموبوليتن كوسموبوليتن يعني متعددة الثقافات متعددة الحضارات عاش فيها أجانب جنبا إلى جنبا مع المصريين في مدينة الإسكندرية وهي ميناء منفتع البحر المتوسط وده اللي بيدي نوع من أنواع التواصل مع الثقافات والجنسيات الأخرى كفافس عنده جملة أنا بحب الفقرة دي بحب الفقرة دي تاخدنا كده بس هي ممكن تكون حزينة شوية العكس ده أنا شايف فيها أمل بس هسيب حضرتك تقول لا أوليها أنت خلص لا تفضل قلما ما تشوفت الأمل أوليها أنا شايف فيها أمل بالعكس في هذه الغربة المظلمة التي أمضي فيها أياما ثقالا أروح وأخذه وأبحث عن نوافذ في النهاية هو بيتطور على النوافذ هو يا دكتور في أواق كتير جدا فيه جوانب معتمة في حياة الإنسان وفيه نوافذ النوافذ معناها نور معناها إضاءة أمل معناها حاجات كتير معناها إشراق معناها الشرق شيء معناها تواصل مع الحياة معناها أن أنا بشوف خارج ذاتي بشوف العالم الخارجي النافذة دي حاجة مهمة بتوريني المجتمع بيعني ماذا يحدث فيه أنا مش في عزلة أنا مش في الهامش أنا مش في الضل فدي كل لها دكتور إن أنا دور على النوافذ دي دي في حد ذاتها يعني لا فيها حركة خلاص أنا لا عايزة أطلع من لأن إزال اللي هو عام أخرج من ذاتي عشان كده هو دايماً بيتكلم عن جوانب المظلمة في حياته لأنه عاش في غرفة مظلمة كان يولع شمعة ولما كان يجي له حد لا يزوره كان يولع له شمعة تانية كانش بيستخدم الكهرباء وقيل أن ده الأسباب الاقتصادية لأن أبوه رغم أنه كان تنجر كبير قبل ما يموت كان مونيا بخسائر كبيرة جداً ولم يترك صروة كبيرة لأسرته فعشان كده هو يشتغل موظف واشتغل صحفي واشتغل شعر فلم يكن لديه هذا الصراء فعشان كده أبوه كانش بيستخدم الكهرباء كان بيولع شمعة ولما يجي له واحد ضيف يشوفه يولع شمعة تانية وناس فصرت الموضوع ده أنه مكانش عايزة داستشوفه فكان دايماً يخفض من مستوى الإضاءة فعشان كده فكرة الظلام في حياته هو نوع من أنواع أنه بيخفي ذاته بعيداً عن الناس أنه أنه بيحاول أنه يبعد أنت ليه اخترت العبارة دي دكتور سامح ده سؤال بقى لحضرتك برغم من واضح أنت أريله حاجات كتير لكن لماذا اخترت هذه العبارة؟ يعني أنا أعتقد أن في في ظروف اللي بيمر بها الإنسان سعب بيمر بظروف معتمة في الحياة مفيش دايماً دا طبيعي جداً يعني بتمر بتجارب صعبة سواء تجارب أسرية تجارب إنسانية تجارب في العمل تجارب في الحياة فبتطفي على الإنسان حالة من الكآبة ويشعر إنه في الظلام لكن نورين أن نرى النور يعني الخروج إلى النور ونحاول إن إحنا نشرق أو نسمح للنور أن يشرق في حياتنا فإحنا محتاجين نافذة نفتحها نطل بيها على العالم اللي حوالينا وحتى لنا نحصر في زواتنا يعني مشكلة الناس اللي لديها مشاعر اكتئاب أو مشاعر عزلة إن هي بتقفل عن نفسها هو هنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك عايز تغير من حياتك افتح نافذة ففتح النافذة ده بيؤدي إلى الخروج من الكآبة والظلام إلى أفاق النور والتغيير مجرد البحث في حد ذاته بيدي طاقة جديدة ده حقيقي يعني